السلام عليكم المحاضر الأولى مادة ريكورس الثاني سوف نأخذ المركبات يكون هيترو سيكليك كومباوند هيترو سيكليك كومباوند شون يعني هيترو سيكليك كومباوند نحن تشيننا قبل ناخذ مثلا حلقة البنزين تمام حسن نفرض انه حلقة بنزين حلقة البنزين كل ذراتها كاربون تمام ثم تشينتنا الكاربون هيترو سيكليك كومباوند سيسمى كاربوسيكليك كومباوند فمن ج about سيستبدل 1 الذرات الكاربون على الاقل وحده مثلا استبدلها بنترو س Sau الف اوكسجين فشنو راح تتحول لي الى هيترو سيكليك كومباوند تمام حسنا نجي نبدأ المحاضر اولي فالهيترو سيكليك كيميستري تمام هي فرع مهم جدا من كيمياء العضوية تمثلي حوالي ثلث المنشورات الحديثة المودرن تمام تمام they are important class of the compound هي راح تكون صنف مهم class important راح تكون صنف مهم من المركبات تمام making up more than half of the أو of all non organic compound راح تجعل او تشكل شنو اكثر من نصف من المركبات العضوية المعروفة تمام هذا التعريف الهيترو سيكليك كيميستري اما شفش اي قلك السيكليك اورغانيك كومباوند يعني الحلقة او المركب الحلقي العضوي تمام اللي يحتوي جميع على كاربون الهيموتيكليك كومباوند يعني الحلقة مالته تحتوي على كاربون مثلا soothe. شنو اذي هذي نتوح حلقة تحتوي جميع الحلقة عشنو على كاربون اتم. هذا هذا كربون هذا كربون هذا كربون هذا كاربونnaden هذا كربون هذا كربون باشا اسميه بالكروبوسيكليك كовباونت او اسميها بالهوموسيكليك كومباونت او الكاربوسيكليك كربونت é ان كل ذراته كاربون 核و Osac näisi الهومو المتجانس يمكن المركبات او A ممكن تكون Saturated و ممكن تكون Insaturated و الInsaturated ممكن تكون Insaturated و ممكن تكون Partitially Saturated خلينا نعرف احنا الفرق الاول بين Saturated و Insaturated ممكن تكون Saturated من المركب Multi كله يعني يحتوى على Single Bond ما يحتوى على Double Bond يعني اذا احتوى على Double Bond وحده فهذا شنو؟ فهذا صار Insaturated حسنا ماذا هنا؟ Saturated هذا Saturated هذا Saturated هذا Saturated هذا Insaturated هذا Insaturated ماذا هنا احتوى على ثلاثة هنو هو Double Bond هنو 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 ثلاثة ثلاثة هنو هو احدد ما هذا؟ هذا يكون Saturated و هذا يكون Insaturated حسنا دعنا نعرف ماذا معنى Insaturated والPartitially Saturated هنو ربنا نعرف الفرق بين Insaturated و el Partitially Saturated يعني المشبع الجزئي تمام مستشعي المشبع الجزئي إذا كان كاربون ونايتروجين فهذا احتبره مشبع إذا لقيت كاربون ونايتروجين احتبره مشبع بس إذا لقيت كبريت نعم احتبره انه جاي نصرف على مركبات الهيتروسيكلك كومباوند فمن أولا من ألقى أكسجين ومن ألقى كبريت فشو احتبره احتبره شنو يعني غير مشبع تمام بس من ألقى نايتروجين ومن ألقى شنو ومن ألقى كاربون فإحتبره مشبع تمام خالصا اتجي مثلا إذا لقيت واحدة على الأقل وحده مشبعه ؟ آلقة بعض الشعب عندما ترى السحوب ستذكر في مركبات الأولى مثل هناena هذا شنو اكسجين . إذا لقيت seasقل فانا شنو احتبرا احتبره إنستاثوريتender Totally هذا مشبعة باحتبار كاربون 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 اتقل على هذه المشبعة أتجهنة اتجهنة اتجهنة شكرا اتجهنة غير مشبعة اتجهنة اتجهنة إذا هذي BARTICULS Andや îük constructing 雪 عندك مثلا كبريط إحنا قلنا دعناك كبريط وأكسوجين كيف نعتبر إنسترات �� Haus إذا أجب إنساثريط لأنه موجود الكبريط إنترات لأنه موجود الأصر المزيدوجة إنستاسرات لأنه موجود الأصر المزيدوجة إنترات لأنه موجود الأكسوجين هنا إنساتوريتد لأن موجود الأخصر ومزدوجه إذن هذا شي يكون إنساتوريتد إذن الفرق بين الساتوريتد والبارتشيال ساتوريتد من آن أن ألقى جميع الذرات غير مشبعة البارتشيال إذا لقى الذرة وحدة مشبعة يعني سواء نايتروجين أو كاربون فش أقول عليها؟ أقول عليها شنو هذي؟ هذي بارتشيال ساتوريتد تمام؟ الهيتروسيكليك كومباوند هذي بارتشيال ساتوريتد يقول لك المركبات الهيتروسيكليك كومباوند شنو هذي بارتشيال ساتوريتد تحتوي على ذرة أو أكثر في الحلقة شنو تحتوي يعني هالحلقة عن تحتوي ذرة وحدة أو أكثر من ذرة وحدة علي ما تحتوي تحتوي على هيترواتوم ويقصد بالهيترواتوم لأكثر الشعاعات الأكثر اللي هنا الأن والأو والأس تمام؟ وهذا نهم يعتبر شنو؟ يحتبر انهيترواتوم زين يقول لك غريك وورد الكلمة الغريغية معناه هيترو شنو معناه هيترو؟ معناه different مختلف تمام؟ صح؟ هذه هي جهنانة تمام؟ هذا شنو كلمة مثلات كربون فأنا أجيب هيترو معناه مختلف يعني معناه هيترواتوم ذرة مختلفة تمام؟ أجيب مثلاً نيترو جين قبل صار عندي شنو؟ صار عندي هيترو سيكلك اجيب الأوكسجين يصير عندي هيترو سيكلك مثلاً أجيب الكبريت يصل عندي هيترو سيكلك تمام؟ عم راجع معرف لك هيترو سيكليك قال لك هيترو سيكليك كومباوند which contain one or more atom تحتوي على ذرة واكثر من الذرات اللي تكون of other elements along with carbon atom اللي شو تكون يعني من العناصر اخرى اللي تكون جانب الى جانب ويامن ويلكاربون ويلكاربون نجي للclassification of the heterocyclic compound heterocyclic compound may be classified into the aliphatic heterocyclic compound اللي تكون non aromatic صح يعني اذا كانت aliphatic vision تكون non aromatic يقول لك aliphatic heterocyclic compound ممكن تكون cyclic amine تمام الamine اللي هو r nh2 اللي احنا اخذناه بالكورس الاول او cyclic amine اللي يكون r cr13 double bond o nh2 تمام؟ هذا function group الى او ممكن يكون ether لان باحتبار الاثر هو r o a او او عفو r a صر o r اثر ايثر يعني احتوى المغتدين او thio ether يقصد به الاس الكبريت اللي هو المجموعة الوظيفية مات الاثيو اثر r a صر s r تمام؟ هذا اللي الألفاتك ممكن يكون أمين والأمين المجموعة الوظيفية R and H2 الأميد ذكرنا المجموعة الـ function group مالتا اللي هو R Acer C double bond N H2 ممكن يكون Ether اللي هو R Acer O R ممكن يكون Thio Ether اللي هو السلفر اللي هو R Acer S R تمام زين يقول لك الألفاتك Hedrocyclic that do not contain double bond نسميها Saturated Hydrocyclic يعني يقول لك أن الألفات Hedrocyclic ما رح تحتوي على شنو ما رح تحتوي على double bond يعني آل عاصرة مزدوجة فش نسميها نسميها بال Saturated Hydrocyclic ذلك الـ properties of الألفاتك Hedrocyclic mainly هي شنو الخاصية تكون effect by range strain تمام اللي تكون تتأثر بسطة من سلسلة الحلقة example الألفاتك ذنين الأمثلة علي من على الألفاتك مثل من مثل حلقة يعني cycloalkon 5 ذرات كاربون تحتوي على ذرة الـ نيتروجين فش نسميه بالبيرولايدين تمام بالبيرولايدين من يكون عندي حسب التسمية هذا ناخذه من يكون عندي يعني أربع مواقع مشبعة أربع مواقع مشبعة موقع موقعين 3-4 وهو cycloalkon و 5 ذرات كاربون تمام وش راح أسميه راح أسميه بالتتراهايدرو تترا معناه أربع يعني أربع ذرات أو عفوا أربع مواقع تكون مشبعة فأسميه تتراهايدرو cycloalkon 5 ذرات كاربون يتوى على أكسوجين فأسميه فيوران تمام هذا نسميه شنو هسنانا حسب بالمحاضرة الجاه نحن ناخذ يعني التسمية هنا الثايولان أو ممكن أسميه عندي أربع شنو أربع مواقع مشبعة فأسميه تتراهايدرو ثايوفين سايكلو ألكان صدرات كاربون يحتوي على أكسوجين فأسميه نبيوران هذا همم سميه حسب نظام التسمية النظامية اللي هو شنو عندي الأنشة سميها سميها آزا الثلاث حلقات فأضيف لمقطع آي آر ثلاث يعني إذا كان ثلاث حلقات أو أربعة أو خمسة فأضيف مقطع النهائي آي دي آي آي آن إي هنا هميا الأوكسوجين شنو أسمي أوكسا ثلاث حلقات أضيف آي آر تمام أضيف آي آي آن آي آن إي لش لأنه آآ مشبه و مشبه فأش أضيف لأ آي آن إي آي آن هنا هميان شنو الأوكسوجين سميه أوكسا آآ أربع حلقات تمام أو عفوا أربع ذرات يعني فأش أضيف اضيف اي تي والنوب لانه مشبع في اضيف اي ان اي اخذنا اهي قبل هذا قلنا انه اللي فاتك هي ترسك للكمباوند اللي ما تحتوي على دبل بونت فاش اسميها بالساشوريتد تمام هس احتويت على دبل بونت فاش اسميها بالبارتشيالساشوريتد مستعلم عرفنا شو معنى الساشوريتد تمام من انا القى على الاقل انه موقع واحد مشبع هس اذا ما مشبع وهذا ما مشبع بس احدك موقع اخرى تلاثه واحد ا Khan 203 تمام اي اي اه تلاث موقع مشبعة فشش اقول علي بارتشيالساشوريتد فشش انه هنو هنا نتسمية مالتي دايهايدرو بيرول سين اهنه موقع واحد مام فش اقول علي بارتشيالساشيريتد تمام التسمية مالتي هنا المفوضة أذكر 1H يعني باحتبار عندي موقع 1 ما مشبه تمام أقول 1H تمام شو عندي هنا عندي N اللي هو آزة 3 حلقات أقول IR ما مشبه شو أضيف ما مشبه أضيف I NE يجي هنا بار تشياصة شريتت شو نسمي هذا طبعا هنا هو الآزة الآزة 3 حلقات يجي وراها IR فإذا حرفين علّة يحذف الحرف الأول يعني أصير آزار آزار تمام حسن شو نو الأوكسا أربع حلقات أضيف ET تمام أربع حلقات وأضيف المقضع E NE نحن صنفنا الهيتروسيكليك كومباوند إلى أليفاتك للتصنيف الثاني اللي هو الأوراماتيك 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 هي توسيكليك كومباوند الأرين هايدروكاربون بيس الوحدة التركيبية الأمثلة عليها البنزين التلوين تمام البنزين والتلوين والنف ثالين تمام والنف ثالين اللي هي وشنو حلقات بنزين أسميها بالنف ثالين السيكليك كومباوند اللي تحتوي على الأقل ذرة وحدة تكون غير ذرة الكاربون داخل الحلقة في شسمها أسميها بالهيتروسيكليك كومباوند بعض الأمثلة البرايدين والبايرول والفوران والثايوفين يقول لك إن ذير استابولتي أند الكيميكال بهير يعني يقول لك يعني في استقراريتها وكذلك بسلوك الكيميائي جميع هذه المركبات رسمبل رح تشبه البنزين مور ذان ذر السومبل الكين يقول لك هذه المركبات راح تشبه البنزين أكثر من شنو من ما تشبه الألكين يعني راح يمطينا أمثلة شوف إحنا قاعدة هولك هميا شنو تنطبخ على هذه المركبات اللي هي هيتروسيكليك كومباوند من يو ناحية أولا من ناحية أنه يكون المركب سيكليك يكون يعني يصير تعاقب تمام ويكون اتنوع التهجين ما تتأثبتو ويكون متوازي وشنو تنطبخ علي قاعدة وكل هي أربعة قاعدة وكل شو تقول يقول أربعة أن زائد اثنيا يساوي شنو بي آي إذا كان عدد صحيح فأقول علي شنو هذا أقول علي أوراماتي وإذا كان شنو عدد كسر فأقول أنتي أوراماتي مزيئ يقولك depending over the size of الهيتروسيكليك range they are classified in two different types يقولك أنا راح أحتمد بأنواع يعني بأنواع شنو الهيتروسيكليك كومباوند علي من على حجم مالتها فممكن يتكون عندي six member هيتروسيكليك كومباوند تمام أو ممكن يتكون عندي شنو تكون عندي five member هيتروسيكليك كومباوند هيتروسيكليك هيتروسيكليك يعني أقول لك أنه أنا مثلا عندك حلقة البنزين أنا إذا استبدلت على الأقل كاربون واحد تمام استبدلت كاربون واحد بدرة يعني استبدلت كاربون واحد وخليت هيترو أتوم هيترو أتوم استبدلت بدرة كاربون واحدة فأسميها بالأوراماتيك هيترو هيتروسيكليز لأمثل عليه البرايدين مثلا هيتروسيكليز there are there are other analogous هيتروسيكليز where more than one carbon atom of the benzene range or the benzene range replace by هيترو أتوم يعني يقل لك ممكن أنا استبدلت شنو أكثر من ذرة كاربون مذرة كاربون واحدة ممكن أكثر من ذرة كاربون على سبيل المثال اللي هو البراي دايزين والبراي ميدين تمام شنو اللي راح يستبدل بها مو بذرة كاربون واحدة أكثر من ذرة كاربون هاي لعمثلة شوف هسنا مثلا عندي أنا شنو حلقة بنزين استبدلت استبدلت بذرة كاربون واحدة شنو سميتها براي دين إذا كان يعني عندي شنو استبدلت ذرة كاربون بثنين أن وموقع يعني سمي موقع أورثو إذا موقع أورثو فاش سميه أسميه بالبراي دايزين شوف يعني هاي شاي أنا عاي مودة أحفظها تساعد الحفظ أقول شنو أقول هو مهذا البراي دين تمام إذا شفت أن أورثو شسوي أحذف الأي أني وأضيف مقطع أزاين يعني آزا وآين لأن شنو إنساتشوريته غير مشبه أضيف مقطع آزا لأن أن تمام وشنو وأضيف مقطع آي أن إي لأنه إنساتشوريته تمام مثلا إذا كان شنو إذا كان موقع ميتة تمام إذا شنو كان موقع ميتة فشنو أضيف مقطع آي أم سيقول برامايدن 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 إذا كان شنو بموقع بارة فأنا أحذف أجلي الأساس أحذف شنو أحذف الآي دي آي أني وش أضيف أضيف نفس المقطع اللي ضفته هنا اللي هو الأزاين إذا كان موقع آرثو أنا شنو فقط راح شنو أحذف الآي أن إي وش أضيف أضيف أزاين أزين وإذا موقع بارة أحذف الآي دي آي أني واضيف شنو أضيف المقطع نفس اللي ضفته وين اللي ضفته بالأورثو إذا كانت عندي يعني سبدي أكثر من 2 من الدرة الكاربون فمثلا أرقم 1 2 3 إذا 1 2 3 شنو أعدي تيترا أزاين أزين هنا همين نفس الحاج همين تيترا أزين هنا همين رقم 1 3 5 همين أو من 1 3 5 تيترا أزين هنا أنا الرباعي تيترا أنا جاي يقول تيترا أتوقع هنا تراي ثلاثي تراي تراي هنا تيترا تمام؟ هيا أزين إذا كانت عندي 5 منبار هيترا سيكلي كومباون هنا 5 أتوم 6 ألكترون هيترا سيكلي كومباون مثل البيرول الخمدرات كاربون تحتوي على من تحتوي على نيتروجين الفيوران الخمدرات كاربون تحتوي على الكبريت العفو الأكسجين الثايفين الخمدرات كاربون مثل أن تحتوي على الم US ستحتوي أولا что تحتوي فقط على الأ معذية ثلاثيات فقط على ن و ثلاثيات الثايفين مثل الثاعة الثالج والث palabras والايزوثيازول الواحد اتش هذا الاتش هو رقم بارتشيال اذكر واحد اتش هذا الموقع اللي يكون بي مشبع واحد اتش بايرازول واحد اتش اميدازول واحد اتش جترازول هذا الامثلة اللي اخذناهم هذا الاني راح يحتون على تو هيترواتوم بالرانج بالحلقة نحن اخذ الامثلة توضح شو مصددين الامثلة شوفنانا البيرول الفيران شنونا فقط وانهيترواتوم تمام فهذا البيرول الفيران الثيوفين هذا شكل احتوى على تو هيترواتوم تو هيترواتوم اذا هذا الاكزول الثيازول شوفنانا شعندي عند موقع واحد شنو مشبع هذا المشبع فهذا بارتشيل فش اذكر موقع تشبع اذا واحد اتش بايرازول موقع تشبع اذن هنا هما شنو راح اذكر موقع تشبع له هنا واحد اتش بايرازول موقع تشبع واحد اتش بايرازول انطى مثله انطى مثال اذا كان اراماتك هيترواتوم بي شنو وان يعرفون هيترو هيترو مونوسايكليك يعني هيترواتوم واذا كان شنو هيترو مونوسايكليك هيترواتوم هذا هيترواتوم وهذا شنو وان هيترواتوم ما عرف اذا التصوير واضح ولا لانتويل ملزمة ساحبانة كسلهيدات مساحبة كصفحة كاملة فبالتصوير ما يدر يعني ما جاي تحكم عليه الفيوزرينج سيستيم اراماتك هيترو سايكليزم هيترو سايكليزم الهيترو سايكليك اراماتك كومباوند كان بولي سيكليك يعني ما تحتوى فقط على سيكليك واحد على حلقة واحدة لا ممكن تحتوى على حلقتين من المثل البنزين يهو هذا البيرول مثلا البنزين والفوران البنزين والثايوفين مثلا البنزين الطبية ثاعي ثايازول الزرط tweak أفضل البرلي بالشريط أن تحتوى Wild ذرة غير متجانسة ذرة غير متجانسة ممكن تحتوي على ذرتين ممكن تكون حلقة خماسية وحلقة سداسية ممكن تكون حلقة سداسية وممكن تكون حلقة رباعية ويامن إذا لدينا الإندول والبنزين والبنزين والبيرول إذا كان البنزين والفيران والثيوفين والثيازول هنا الآيدول إذا كان موقعة فأسميه إذا كان موقعه هنا فأسميه إذا تحرك موقعه فأسميه إندول أسميه إذا كان موقعه أيضا إذا كان الآخرين 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 هذا الشكل نسميه بالإندولايز لازايدين شنو هذي؟ هذي اللي يفوز رين سيستيم اورماتيك يعني ممكن تكون أكثر من بولي سيكليك يعني أكثر من حلقة وأخذنا الأمثلة العلي هذي هميا أمثلة علاما على إذا كانت شنو بولي سيكليك البنزين رينج عند برايدين رينج for example كان شار a common side in two different auai when auai give compound called quinoly 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 تمام the other gift is isoquinoline تمام شوف من آن ألقي حلقة بنزين تمام ويا من ويا حلقة برايدين في سميه أسميه بلو quinoly تمام إذا كان شكلها يعني إذا كان هنا موقحها فإذا تحرك موقحها فأسمي شون ال-indole من تحرك موقحها صار aizo-indole هنا شو يصن aizo-quinoly quinoly quinoly بالسينولين 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 تمام إذا صار موقع حسن تشوف إذا موقع أورثو فأسميه بالسينولين تمام إذا كان موقع مئة يعني صار اثنين بس موقع مئة فأسميه بالكوي 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 نازولين وإذا كان موقع بارا فأسميه بالكوي نازالين هاشنو هذه أسماء شائعة تنحفظ occurrence in الناشور and in medicinal product الهتراسيك الباون are widely distributed in the money of them are fundamental importance for the process for the life process يعني يقول لك تكون مهمة التي ترسيك لك بالعمليات الحياة for example النucleic acid base يعني الأساس ما يحتوي يحتوي على appearance ويواما ويواما يحتوي بعد على ال piramidine ال piramidine زين الهيمoglobin والكلوروفيد راح تحتوي عدما تحتوي على bor ferrine range اللي تكون essential d terry integratant مكونات غلاية اساسية الهيموغلوبين يقول لك انه الهيموغلوبين والكلوروفيد راح تحتوي على بور الغذائرين بور رينج اما المكونات الغذائية الاساسية راح تحتوي على فيتامين b1 b2 b3 b6 تمام الاسكوربك acid and الاسكوربك acid the three essential amino acids نعم الهستيدين الهستايدين والبرولين شنو والتري والتريب والتريبتوفين والتريبتوفين زيب هذاني شنو هذاني حيكون amino acid with all the drug and pharmaceutical all the drug and pharmaceutical مثل مثل الكلوريد والكاربوهيدرات and plant pigment هذاني جهي النوع الكلور الغروب often naturally occurring chemical compound that most most contain basic nitrogen atom يعني المركبات يعني كيمية تمام تحتوي على نيتروجين تحتوي عشانو تحتوي على ضرط النايتروجين الكلوريد رحتم تنتج شونه بساطة من large variety of organism including bacteria fungi plant and animal رحت تنتج الكلوريد بساطة شنو البكتيريا والفنجي والبلانت والانيمو they have wide range رح يكون هنا نطاق واسع بمن بالأدوية يعني بنشاطات الأدوية اللي هتشمل لي الانتي مالاريال والانتي 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 سيثماء والانتي كانسر والفازو دالوتاري يعني مضاد للربو مضاد للسلطان والفازو دالوتاري وإلى آخر يعني هو ذني هتكون الفازو الدوائية مالته رح تشمل هذي نقطة عدنا مثلا على الكلوريد اللي هو النيكوتين والبيلو كاربين هايدرو كلورايد النيكوتين رح يحتوي عليما على البيوريد على البيورايدين والبيورايدين على البيورايدين والبيورايدين شوف ذنين لازم شنونا المطلوب ميعدة شنو المطلوب ميعدة نحفظ المثال ومكوناته هذي نيكوتين شنو مكوناتين مكوناته نحفظهم ونبغل يشكل نعرف في الشكل شنو هذي هذا اللي هو البريايدين وهذا البيرايدين البايلو كاريوبين هايدروكلاورايد اللي هو يحتوي عليما على التترا هايدروفوران التترا هايدروفوران وياما ويال أمايدازول تمام عندنا الفيتامينات عندنا مثلا الفيتامين بيوان تمام بيتامين بيوان اللي اسمه ثايا مين هايدروكلاورايد المكون الماطي هو البيرايدين والثايازول تمام الثايازول عدنا البيتو الريبو في ليفن الريبو في ليفن تمام عدنا بيضان نبعد البيري البيريدين شنو والأميد هذا الأميد معناه تمام عدنا البيسيكس اللي هو اسمه البيرا البيرا دوكسين فايف بيتا دي لايكوسايد اللي هم شنو هو هم البرايدين شوف المكونات تشوف كنين البرايدين هذا البرايدين هذا البرايدين تمام حسنا عندك شنو هنا هس هذا شنو ناعدك الثايا الثيازول هذي باعتبار الثايا الاس والأن الثيازول هي دكتور قاتل يعني بس حفظه كاسم ومكون اسم ومكون وصح شوية ساميه الصعبة الانتباياتيك يقل انتباياتيك تستخدم البيتريتمنت وكذلك تختل سبط لي تمام تختل 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 ميتومياسين تختل 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 لأنه مكونات المياتومياسين والبنسلينجي الأمينو أسد الأمينو أسد بايولوجيكال مبورتينت أورغانيك كومباون كونتين الأناشتوه يقول لك أن المجموعة الوظيفية في مالته يحتوي على الأناشتوه أنت كاربوكسي القروب يعني كذلك يحتوي على يحتوي على يحتوي على الأناشتوه كاربوكسي القروب تمام اللي تكون مرتبطة بمن مرتبطة الأمينو أسد أمينو أسد أمينو أسد أمينو أسد أمينو أسد يعني يقول لك الأمينو أسد يقول لك يوجد تركيبية تتكون معتها هي البروتينات زين they join together اللي شنو راح تنظم ويا بعضها شنو تطيني يعني شكل قصير أو بوليمر قصير شنسميه نسميه بالبتايت وإذا كانت يعني إذا كانت شورت أسميه ببتايت إذا لونج شين أسميه بول ببتايت أو أسميه بالبروتين تمام تمام زين عندي تريبتوفان اللي هو المكون مالت الاندول عندي الهستيدين اللي هو الاميدازول الاميدازول وعندي البرولين اللي هو شنوى البيرولايدين البيرولايدين تمام شون يجل السؤال مثلا يتحامض أمين يحدو على حلقة غير متجانسة تحتو على حلقة الاندول فتدل لا تططي هذا الشكل أو تطي هذا الاسم أو الشكل مثلا يقلك تحتو على الاميدازول تنطي هذا الشكل واذا يقلك تحتو على من على البرولايدين البيرولايدين فتنطي هذا الشكل انيوكليتد بيس مثل بالدييني والاراني تمام عدنا الامثلة عليهم اللي هي الادينين والثايمين والجونين والسايتوسين واليوراسل واليوراسل نعم بس تحفظ كشكل واسم يعني الشكل متحفظ كنصة بس أعرف مثلا مكوناته حسب هنا عندك دايازا مرتبط بها نشته هنا مثلا دايازا مرتبط بها كاربوكسي القروب وهكذا مع درسل مثلا بعيدنا هيموجلوبين والكلوروفيل حلقة الأرانج اللي هي البرو ثرين الطريق البرو ثرين الايموجلوبين ماذا ساعدنا شنوى الانا لايبرالايسك الانا لابريلك اسد هذا ما يحتوي على البرولايدين عندنا الفينوتين سوديوم يحتوي على الدايا هايدرو اميديزول اميديزول تمام عندي المايكرو نازول وعندي السايبروفلوكساسين سايبروفلوكسي فلوكساسين هذا شنو ذني انتوبايتك ذني هذا لكين انتوبايتك يعني الصراحة يعني منعرف ما شوفهم مهمات بس عنا يعني نحفظ كاسم وشكل باوع الشكلين نحفظ السنين نحفظ شنو مثلا هذة شنو مكونا مالتة تمام واساميهن النايترو فيورازون اللي هو الفيوران مكونا مالتة مثلا الفايدرا من اللي هي بيورين تمام هذة البيورين هذة العفو ثواني العفو تمام عندي السلف ايزو 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 الايزو ايزو 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 ايزور الثايا دايازول الثايا دايازول عندي السيفازولين سوديوم مكوناته الترايمثيل الكتراهايدرو الثايا دايازول عندنا الكترا الكترا المكوناته هنا الكوينازولين والبيبرازين والكتراهايدرو فيوران المحاضرة اللي بمالتها تقريبا أول 15 سلايد أول 15 يطرع بين 15-13 سلايد الباقي يعني شي ناخذه فكرة عنها والمحاضرة الثانية التسمية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر